أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية الاستثمار في قطاع السياحة مشيرا إلى أن هناك مساعي لاستقطاب مستثمرين للإقامة مشاريع سياحية في المملكة وشدد جلالته خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رؤساء أقسام الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في موقع جبل نيبو بمحافظة مادبة على أهمية جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة المغطس مبينا جلالته أن الأردن من أكثر الدول المهيئة لإعادة فتح قطاع السياحة بفضل الإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا كما لفت جلالة الملكي إلى أن السياحة المحلية ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة إذا نفذت الخطط المناسبة لها مشيرا إلى أهمية إقامة فنادق في بعض المواقع السياحية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية التي تساعد السياحة في داخل المملكة والقادمين إليها